تظاهر المئات من أبناء عدن في ساحة العروض في مدرية خورمكسر احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء والمئة ردد متظاهرون شعارات طالبوا فيها بتحصين الخدمات في العاصمة عدن عقب تصاعد دعوات اطلقها نشطاء وأهالي المدينة للخروج احتجاجا على تردي الخدمات بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن العدنية كما تأتي هذه الاحتجاجات في وقت الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي أعلنها المجلس والانتقالي